أرجو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يروحى وعلمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فأرحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند فدرة المنتهى عندها جنة الموى إذ يرشى السدرة ما يرشى ما زاغ البصر وما قال قد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالفة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفات الكئبا قسمة طيبة إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم كما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إذ الظن وما تهو الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاعَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمْرُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْفَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّ اللَّنَّ وَإِنَّ اللَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِبْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُورِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ تُنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَذَى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغافرة وأحلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكتاء عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم من الذي وفى ألا تذروا هادرة وإذ ذر أخبراً وأن ليس للإنسان إلا ما سواه وأن سق يوسه فيرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحمق وأنه خلق الذوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمنى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاد للأولى وفموت فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشنا ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تأجهون وتضحكون ولا تذكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله ويعبدوا باسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكلبوا واستبعوا أهواءهم وكذ أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء وفيما فيهم الزجر حكمة بالغة فما تغني النذر صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر